مشاهدين ورجعنا لكم بعد الفاصل وزي ما احنا متعودين كل يوم سبت بيبقى معانا فقرة فوتوغرافيا والنهاردة بالحقيقة هيكون معانا مصور صحفي موهوب جدا ومتميز جدا النهاردة معانا المصور الصحفي محمود حفناوي مصور صحفي بجريدة اليوم السابع صباح الخير ونهارك صعيد زيك يا محمد محمود عامل ايه؟ الحمد لله محمود عايز اعرف البداية من امتى بدأت تصوير الصحفي؟ بداية كانت في 2008 لا قريب يعني اه قريب لسه اصلا صغير في السن كان فجاد جيد الدستور اقتربت فترة صغيرة بعد كده بدأت في 2009 في اليوم السابع اصلا كانت دراستك ايه؟ رجع حقوان شمس حقوان شمس بتحب التصوير من زماني؟ التصوير باشتغف فيه متنولة كل دايه لكن يعني طول عمرك دي هواية عندك التصوير؟ هواية ان اول صور يعني صورتها كانت في حياتي كانت انا عندها بعد 10 سنة وكان ساعتها انا بحب التصوير وببدأ في التصوير مبدأ فيه مهنة التصوير الصحفي مهنة شيقة بس يعني فيها مخاطر كتير ومهنة صعبة ولازم عشان تاخد اللقطة تبقى بسرعة وتبقى متابعة للاحداث ويعني وحاسس بكل حاجة بدور حواليك في الشارع كلمنا شوية عن مدى صعوبة التصوير الصحفي هي صعوبات ديت الواحد بتخطاها بحبه للتصوير لكن يعني الصعوبات تبقى كتير بطبقى حاجة كبيرة وبقى مشاكل بس أوقات يعني في وقت الموقف نفسي بيحاول ان هو يتصدف فقرة بوقت علشان يعدي المحرة ديت ويبدأ يشتغل من جديد او يبدأ يكمل شغل يعني الجنون نفسه ببقاش مستني منك ان انت تحكيلو الموقف بتاعك الموقف انت تعطي لا هو عايز منك شغل عايز منك شغل يعني انت مش لسه هتحل انت لازم تحلي وانت في الموقف بالزبط كمين ايه أصعب موقف تعرضت له قبل الثورة او ايه أصعب موقف تعرضت له في التصوير بعد الثورة قبل الثورة كان في مزارات خالد سعيد كان في مدان لازولي وان احنا تعرضنا لسحل فيه وضرب في وسط الميدان وفي الاخر الحمد لله يعني اتلعت بيها يعني اتلعت من موقف ده وتتعلمت ازاي امتى امشي من دل حدث وتعلمت منه ان انا ما خطرتش بعد كده او اغامل بطريقة انت خليه مثلا ان اكسر الكاميرا ان انا اتقذي بعد كده وبعد الثورة وبعد الثورة كان في السويس يعني كان ساعة تغطيت للثورة في السويس كان برضو كنا عندي اسم الاربعين وكنا بدليل ما كنت شاف كويس كان الغازات مقصرة علينا مكناش واخدين حتي يطرطنا من الغاز وكنت يعني كانت قبض علي طيب الصورة الصحفية ممكن تكون مع او ضد ولا بتكون على الحياد يعني ما فوت بقى الحياد بس فيه الناس بتستخدمها ضد زي الصورة بتاعت سحل البنت في مدان التحليل هي صورة خبرية كويسة جدا بس استغلت استغلال سي ازاي با انها يعني فيه جوائد كتير في اليوم دوت اللي هي دفنت الصورة جوا جنان في جهة التانية استخدمتها ان هي عرضتها يوم والتاني والتالت بالتالي بدأت تقصر عزائي العالم التغطيات الصحفية في معظم دول العالم بيكون فيه حماية للمصورين الصحفيين هل ده بيتحقق لمصورين الصحفيين في مصر ولا ما بيتحققش؟ هل بنحاول نحققه؟ يعني حتى الشعبة شعب المصورين الصحفيين والنقابة تحاول تبدأ تضرب المصورين معاها ازاي يتعامل في موقف الصعبة؟ ازاي يأمن نفسه؟ ان هو تأمين المصور مش بيبقى كمان من اللبسه بيبدأ من نوع اللبس ان هو فيه مثلا لبسه معين بيبقى سهل هو يشتعل لو احنا مثلا متغطة حلايا او كده بيبقى سهل يشتعل بيقى معانا خوز المفروض في الاحداث الخطيرة شوية بيقى معانا مسكات عشان الغاز المسيل الدموع بيتضرب المصور ازاي يتعامل في المواقف الصعبة وان هو ازاي يتحمي نفسك يعني ما فيش حد بيحميك يعني انت تتضرب ازاي تحمي نفسك؟ تحمي نفسك نوع ازاي انت في الحدث ما فيش حد هيحميك لكن ما فيش حماية من الامن مفيش لا الامن الامن يعني عن نفسه مش عايزك تصور ودوقت بنتعرض له كتير قبل الصور بعد الصور هل التصوير الصحفي بيتطلب شروط وكفاءات معينة ومختلفة عن التصوير العادي ولا يعني ممكن مصور العادي يبقى مصور صحفي ممكن مصور العادي مصور صحفي بس بتوفر فيه شروط انه هو يكون سريع تصرف عينه والكويسة عنه مختلفة يشوف الصور بشكل تاني وانه هو يوضح رأيوته في الصورة لأن الصور المفروض بصورة الصحفية أن هو يعبر عن مقال مثلا المحادث بيكتبه في ألف كلمة أنت بتعبيره بصورة واحدة لازم تبقي ملمة بالموضوع كويس إزاي تجيبك كل عناصر الموضوع في صورة واحدة أيوة طمام إحنا معنا بعض الصور هنشوفها معنا دلوقتي مفيش صور فين الصور طيب لحد ما الصور تيجي اشتركت في معارض قبل كده اشتركت في معارض الأبرة كان بعد الصورة اشتركت في معارض قبل الصورة كان في ألفين وعشرة ديت الشعب اللي بتنصقه وبأمساب أو في الآخر بتقع معارض بحاجة بيبقى يوم لزيز بيوم جميل بنتلقابل فيه مع بعض بنقاضي في الانتخابات الصور بدأت من قاضي انتخابات فوق الستين أو السبعين كمان سبت كبيرة بتنتخب كان منظر جميل يعني كان حاجة فوق الخيال يشوف ناس كبيرة بالشكل دوت ما كناش نشوفها قبل كده نشوف طوابير نشوف واحدة ستة كبيرة عندها تمانين سنة عايزة قدل بصوتي عايزة صوت عايزة عايزة انتخب دا تقاون الجيش مع المواطنين دا كان في مصر الجديد في مدية ناص انتخب ومستني حد ابنه كان يهيجي ياخده دا فين؟ دا في أوسيم دا بعد الجيزة كل قبار سنة اللي انت مصور اه كان منظر يعني كان حاجة جديدة ان احنا نشوف طوابير قدام الانتخابات احنا قبل كده اول مرة اول مرة في حياتي انها يدخل اصور جور الليجان انها يدخل الليجان الفرز مكنش عف شكلها ايه مكنش عف شكل الوقت الانتخابات دا عمنا ازاي لا وفي ناس كتير جدا اول مرة ينتخبوا الثاني دي ناس كتير جدا وانا قابلت ناس في مصر الجديدة مفروض الناس المتعلمة عارفة ان انتخابات تقولك انا عملي سبعين سنة اول مرة جا انتخب نتكلم تايبا نفس انتخب بجموت دا يعني سواء مجمع الاطفال الاطفال اللي انحزنا بعد الثورة وقبل الثورة انهما بيستغلوا اطفال في المظاهرات دا هو الطفل يقول انتظروني فانو اسلامي باللدن الجديد كان في انقبط المحامين ديت قدام وزار الدفاع كان مطلوب العفو السياسي عن المسجون السياسيين العفو العام عن المسجون السياسيين الاطفال ديت مفروض ان هي متعرفش اي حاجة عن الحدث ازاي الطفل عنده ثلاث سنين وابعة سنين فيه وقفهم زهرة والناس بتستغلها على الاساس ان هو الطفل دوت هيقصر هيقصر في الناس بلعكس ده بيجيب نتيجة عكسية لما بشوف طفل يعني واقف كده انا بقول يعني اهله ازاي واخدينه في المكان ده ازاي واخدينه في مظاهرات او ازاي بيستغلوه في الدعاية لا وفي حاجة تانية كمان ان هو مثلا تلاقي طفل عنده وبعتشرة سنينة وقف بياه طفل مظاهر يعني شاف ايه يعني شاف ايه يعني يعني السياسة شاف ايه من الظلم ما يعرفش حاجة بس دوت يعني حاجة الواحد بيبقى شايفها جميل ان هو منضرب كوادر جديدة يطلعوا يشتغلوا في السياسة بس يعني مش دلوقتي كمان شواني هل بتتأثر بموضوع كل صورة بتصورها؟ لازم نتأثر بس التأثر بتاعنا او المفعلاتنا بنحاول نتطلعها في الصورة مم بقدر امكانه ده دي رسالة واحد بيقديم طيب لسه معنا صور تانية من الكلام دي كتت في السويس دي في السويس يوم 28 يناير كنت مكلف من الجديدة ان احنا نغطي كنا متوقعين احنا يوم 26 انها هيحصل بس جنازة تشريع جنازة كنا نحن نغطيها فجأة لان الاحداث بتطور سريع كناش متوقعين ده هيحصل دي في السويس برضو دي؟ دي نفجار ايه؟ دي مجموعة سوا مجمعة للسويس دي نفجار ايه ده؟ دي عربية المدرعة قدام اسم الاربين دي مجموعة مجموعة و السورة دي بتعبرة عن ايه؟ دي يعني انا شايفها ان هي الجوة نفسه يهرب الجوة المدرعة نفسه يهرب اللي جوة مدرعة بالسير؟ الجوة المدرعة هو ان دي محلة انهزام الشلطة عايزي ان أعز نفج بجلده دي كانت في محكمة تجمع الخامس محكمة بورك ديت في ليلة القدر في جامعة ابن العاص. ديت مجموعة الناس المصلين بيصلوا فوق المسجد. يعني الناس انت تحت يعني مفيش مكان انت توقف بدأوا يصلوا يطلعوا فوق يعني حتى كمان فيش ما فيش سلم يطلعهم لفوق. لأ ده هو بدأ يتصلق في المسجد عشان يطلع يصلق. وديت في جامعة الازهار. حلو. حلو مجموعة الصور. دي دخلت بيها معارض? دخلت بيها معارض? دخليت بيها معارض كانت بيها في يارzan. دخلت بيها معارض mutation. دخلت بيها في معارض ابرا. من انتخابات دخلت بيها معارض الشعب السنة دي سенты دخلت حوالي مجمعةة كانت جامعة. دي اول سنة تشترك في المعارض? لا اشتراكت في어나عش. في الم JEN. يعني الفين وعشرة و November وان شاء الله 2012 ان شاء الله يعني قولي نفسك يعني تصور ايه ايه اللي نفسك تعمله انها تخل المحاكمة المحاكمة رسمه ورق المختلف تمام ان شاء الله نتعمل كل نفسك فيه وشرفتنا النهاردة كان معانا المصور الصحفي محمود حفنوي مصور صحفي بجريدة اليوم السابع نورنا النهاردة منشكر حضرتك مشاهدينا خلصت فقراتنا دلوقتي وتابعونا بعد الفاصل